أجرى رواد الفضاء الصينيون من طاقم شانتشو 15 نشاطهم الثالث خارج المركبة وعادوا بأمان إلى وحدة مختبر وين تيان قام في جيون لون وشان لو بالسير في الفضاء ونفذ جميع المهام المخطط لها أما العضو الثالث في المهمة دان تشين مين قام بالمساعدة من داخل المحطة هذا ويعيش الطاقم المكون من ثلاثة أفراد في المدار منذ أربعة أشهر وقد أكملوا مجموعة متنوعة من المهام بما في ذلك الصيانة وتركيب الأجهزة وأكملت الصين عشر عمليات سير في الفضاء منذ عام 2021 حيث بدأت مهمة شانتشو 12 المأهولة وتطلق الصين ثلاثة بعثات إضافية إلى المحطة الفضائية هذا العام بما في ذلك مركبة الشحن الفضائية يانتشو 6 وسفينتي الفضاء المأهولتين شانتشو 16 و17